مجلس الوزراء في عملية العرض والطلب كما ان له اثار سلبية على المنتجات المحلية اي ان الاغراق يضرب التنمية الاقتصادية للبلدان المستوردة ضمن التوجه الخليجي وحفاظا على اسواق دول الخليج العربي من عملية الاغراق التجاري والذي يؤثر على الاسواق الخليجية ويسبب الاختلال في عملية العرض والطلب وينعكس سلبا على المنتجات المحلية المماثلة للسلع المستوردة جاءت موافقة مجلس الوزراء على مذكرة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة وزير الصناعة والتجارة بشأن قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون بالاستمرار في فرض رسوم الاغراق ضد واردات دول مجلس التعاون لعدد من المنتجات ويعرف الاغراق التجاري بانه تصدير منتج من دولة منتجة إلى سوق دولة أخرى بسعر تصدير أقل من قيمته العادية أن يباع هذا المنتج في سوق الدولة الأخرى بأقل من سعر بيع المنتج المشابه له في السوق الداخلية لبلد المنشى أو بلد التصدير ويكتشف وجود الإغراق عند حصول ضرر مدي على الصناعة المحلية التي تنتج منتجا مماثلا له علاقة سببية تربط الضرر مع واقعة الإغراق ولا تكون بسبب عوامل أخرى لذلك يأتي الهدف من مكافحة الإغراق التجاري دعم نمو الاقتصاد التجاري وحماية التجار الإغراق التجاري على المستوى المحلي يؤدي إلى زيادة احتكار السلع من قبل الجهة التي تمارس هذا الإغراق وهذا الاحتكار يؤدي بدوره إلى تقلص المنافسة التجارية أي أن الإغراق يضرب التنمية الاقتصادية لأي بلد أو منظومة يتم استهدافها به ورغم العولمة الاقتصادية التي جعلت الأسواق مفتوحة على بعضها إلا أن مواصلة دول الخليج العربي في فرض رسوم الإغراق يعزز من قوة السوق الخليجية وعدالة التنافسية فيها لسيما أن الأسواق الخليجية أصبحت منتجة للعديد من السلع ترجمة نانسي قنقر